أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلة العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على غباء أهل غلاطيا وقال وجه بولوس الرسول أهل غلاطيا واصفا إياهم بالأغبياء لأنهم من دون أن يدركوا كانوا قد خطروا بأن يفقدوا الإيمان بالمسيح الذي قبلوه بحماس كبير وكذلك لم يدركوا أن الخطر هو في فقدان الكنز الثمين أي جمال ما هو جديد في المسيح لذلك وجه إليهم بعض الأسئلة بهدف زعزعة ضمائرهم كان هدف بولوس هو وضعهم في مأزق حتى يدركوا المخاطر ولا يفتنوا بأقوال الذين يقودوهم إلى تدينا قائم فقط على التقيّد الصارم بالتعاليم فهم أهل غلاطيا جيدا ما كان يشير إليه الرسول لأنهم كانوا قد اختبروا عمل الروح القدس فيهم وفي باقي الجماعات الروح القدس الذي يمنح المواهب ويجري المعجزات